ترجمة نانسي قنقر وتبلغ قيمة الإصدار 150 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق تبلغ ثلاثة سنوات تبدأ في الخامس من شهر أغسطس 2024 إلى الخامس من شهر أغسطس 2027 ويبلغ سعر الفائدة لهذه السندات 8575 من 100% علما بأنه قد تم تغطية الإصدار بنسبة 280% اختتمت الحلقات الإرشادية ضمن برنامج رواد التجارة الرقمية والذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة بالتعامل مع الصادرات البحرين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية وذلك بحضور عدد من الشركات والمؤسسات التجارية وبمشاركة مجموعة من الشركات المرشدة إلى جانب مشاركة عدد من شركات مزودي خدمات التجارة الرقمية في هذا السياق أوضحت الوزارة بأنه سيتم اختيار الشركات والمؤسسات المتأهلة من هذا البرنامج بناء على خطة التحول الرقمي التي سيتم تقديمها ومنحها لقب رائد التجارة الرقمية وتم تركيز من خلال الحلقات الإرشادية على تجارب المرشدين الرائدين وشركات مزودي الخدمات المساندة للتجارة الرقمية في التغلب على التحديات وتحقيق النجاح ونقل الخبرات إلى المشاركين والآن مع أداء الأسواق المالية الخليجية أظهرت بيانات حكومية أمريكية تباط أحاد بمعدل نمو الوظائف في الولايات المتحدة في شهر يوليو الماضي بينما ارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى له لما يقرب من ثلاث سنوات وأفاد تقرير لوزارة العمل الأمريكية بأن أصحاب العمل أضافوا 114 ألف وظيفة في يوليو الماضي وهو أقل بكثير من 175 ألف بحسب توقعات الخبراء الاقتصاديين للشهر نفسه حول هذا الموضوع تنضم معي عبر الهاتف من دبي الأستاذة فرح مراد محل الأول الأسواق المالية لدى مجموعة إيكوتي مرحبا بك في النشرة الاقتصادية مع تراجع معدل نمو الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية كيف يؤثر ذلك على انتعاش الاقتصاد والأسواق المالية؟ أول شيء السلام عليكم وشكرا على الاقتضافة ومثل ما عم تقولي بطبيعة الحال كانت الأرقام يعني فينا نعتبر سلسلة البيانات اللي كانت عم تصدر كان دايما عم تجي شوي أقل من التوقعات كأننا متوقعين تكون نوعا ما سلبية ولكن أنا تجي بهال فارق الكبير من التوقعات يعني نحنا عم نحكي التوقعات كانت عند 175 ألف الشهر الماضي كانت أعلى من المتين كانت 26 ألف تقريبا إجت الأرقام تقريبا على النص 114 ألف هي جد أضعف منذ عام 2021 نحنا عم نحكي عن قطاع العمل حتى مش بس بيانات الوظائف الغيرزراعية اللي إجا قبلت جولت كمان في القطاع الخاص كمان جاء دون التوقعات معدلات البطال يعني نحنا عنا الفيدرالي بهم وتكون حوالي الأربعة بالمئة نحنا أعلى من هالمستوى نحنا 4.3% جاءت كما تلاحظي خلال الفترات الماضية بيانات سلبية كانت نوعا ما تدعم الأسواق لأنه كانوا المستثمرين يرهنوا أنه الفيدرالي رح يدلوا عم يدعم السوق طول ما أنه البيانات شوي ضعيفة وريكن أنه تجي أضعف بكثير من التوقعات مثل ما كنا عم نلاحظها في بيانات العمل وهالشي عم بخوفنا من أنه يمكن ما في عنا هبوط ناعم يمكن هبوط قوي يمكن حتى ندخل في مرحلة ركود في حال استمرها التشدد وستمرت سلسلة هالبيانات السلبية نعم أستاذة فرح الأسواق المالية تشهد هبوطا حدا في الفترة الحالية كيف تقرأين هذا الهبوط؟ جزء كبير منه يمكن العنوان الرئيسي اللي بدي أحكي عن أسواق الأسهم أنه أي بيان إيجابي كانت الأسواق ما كثير عم تعمل رد تفعل عليه ولكن أي ركم سلبي كان عم بيؤدي إلى موجة من البيع نحن أغلاقات يوم الجمعة يعني كانت بتخوث عنا حتى مؤشرات الأسوم إذا نحن 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 ذلك تقريباً 3% تراجع حتى في اليابان عنا تراجعات بنسبة 6% على رغم من نحن في فترة أرباح الشركات ولكن كمان في حال جاءت أرباح الشركات مثل التوقعات أو أفضل بشوي السوق عم تتجاهله. في حال جاءت سيئة مثل إنتل مثلا نخفضت 27 دولمية. تأمنوا بسيط. عم تتوقع إنتل مثلا أن تكون عم تسرح 15 ألف موظف. فجزء منا متعلق بكتاع الوظائف اللي عم بيسارجينا بيانات سلبية. نتذكر نحن كانت الأسهمة المركية نوعا ما غالية. أعلى من الأفريدج الخمس سنوات. متوسط الخمس سنوات. فكان لابد من تصحيح. جاء هالتصحيح مع كمان بيانات في سوق العمل اللي براهن على الفيدرالي لا يتأكد من أنه سوق الأمريكي قوي والاستهلاك قوي. نتذكر نحن لا بيهمنا سوق العمل. لا بيهمنا الاستهلاك في دولات المتحدة. لأنه بالناتج المحدد إجمالي دولات المتحدة. 70% هو على الاستهلاك. فأي بيانات تتعلق بضعف الاستهلاك قد نراها مستمرة. ضعف التوظيف. الشركات اللي عم تسرجينا تخطيط لتسريح كبير. ديزني عم تخطط لتسريح غير موجات التسريح السابقة. كلها طبعا. كان لابد كان حانا وقت التسريح. السؤال هلأ هو هل هيدا تسريح بنسبة تقريبا 10% طبيعي؟ أم هلح يكون في عنا موجة دعر وتكون عم تتراجع على أسواق أكتر؟ نحن لا نزال ننتظر بيانات من شركات أمريكية. لا نزال ننتظر بعض البيانات ولكن استبعد أن تكون في عنا بيانات إيجابية جدا في هذه الفترة. قد تكون ميكس متضاربة ولكن أن ترجع تنعش الأسواق إلى مستويات قياسية قد نحتاج لبعض الوقت قبل ما نرجع له. نعم الأستاذة فرح مراد محلل أول للأسواق المالية لدى مجموعة إيكوتي. كنت معي من دبي. شكرا جزيلا لك.